لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد فأيضا كما الواضح أنها كاميرا واحدة عن طريق الموبايل فيها كسماعة تعالى الموبايل وفتح الأمر الجدل الإضاءة كانت ضعيفة مما خلى أنه جزء معين فيه كأنه فيه سواد هكذا وعلى عكس ما كان عليه المفروض والأمر واضح أنه كان خروق ظهور سريع ومستعجد جدا لكأنه يسابق الزمن من أجل الظهور قبل أن تتخذ أي إجراءة الذي قام بتصويره شخص مقيم معه داخل الإقامة والأرجح أنا لا أقول هذه معلومة بل الأرجح أن ابنه هو الذي قام بتصويره وأن ابنه هو الذي نشر هذه الفيديوهات على حساب الرئيس في تويتر ظهور هذا وبهذا الشكل كما قلت وضع علامات استفهام كثيرة الرئيس لم يتحرك بقي دائما ثابت بهذه الطريقة لم يقف لم يمشي أيضا ذكر عودة إلى قوتي البدنية معناها أن الأمر تعبان بدني ربما كما قلت أنه لا يستطيع الوقوف ولا يستطيع أنه يتحرك وكذا وكذا وهذا الأمر طبيعي جدا لمن أصيب بهذا الوباء ويتعافى منها أنا قلت أنه هناك من أعرفه مروا بهذه المرحلة هناك اللي مزالوا ما يقدروش يمشوا وهناك الذين يتعافوا قضية قضية وقت من حيث المضمون طبعا تحدثنا بأن الرئيس حاول أن يثبت بأنه موجود أكد على أنه الحاكم الفعلي للبلاد من خلال أنه كان يتابع الأحداث أنه لم ينقطع عن الرئاسة أنه يعطي أوامر لولاة وزير الداخلية أنه سيتم برنامجه كما يجب أن يكون هذه كلها فيها رسائل رسائل واضحة وبينة وموجهة إلى طرف معين في السلطة سلطة واضح واضح الأمر ما تجي تحللها لأنه كثير من الناس فرحوا بظهور الرئيس نعم أنا الحمد لله أنه تعافى ونتمنى أن يعود سالما ومعافى ليكمل مشواره ويمارس مهامه هذا أمر طبيعي نتمنى له من حيث كإنسان ثم أيضا كرئيس لأنه لا نريد البلاد أن تدخل في أي منعطفات أو أي كهوف مظلمة أو مسارات غير مأمونة العواقب طبعا هذا الذي يراه عموم الناس ولكن المحللين وخبراء في الصورة وخبراء في الإعلام وخبراء في السياسة يقرؤون ويرون ما لا يراه كل الناس عامة الناس يرون أن الرئيس ظهر الحمد لله تكلم خلاص انتهى الموضوع لا ينتهي عندنا الموضوع بهذا الحد أن هناك نقرأ السطور ونقرأ ما وراءها ونقرأ المضمون ونقرأ الشكل ونقرأ ما وراء هذا الظهور كله ولدينا معلومات تصلنا وأكيد أن المعلومات هذه يعتبر القليل من الكثير وعندما تصلنا ربما معلومات أخرى ستكون الصورة أوضح نعم ستكون الصورة أوضح لنا ولغيرنا غيرنا على ما يحدث وما حدث على مدار هذه الفترة عندما قلت لكم من قبل أن الرئاسة عاملت بطريقة مشينة مع الرئيس كنت أعي ما أقول ويكفي ظهور الرئيس ليؤكد بأن هناك أطراف أرادت أرادت بالفعل التخلص من رئيس الجمهورية وقلت لكم من قبل أن هناك في الرئاسة وفي نظام الحكم من يحفر للرئيس قبره والرئيس جالس في قصره ربما لا يدري ما يحاك له أو ربما عاجز على أن يتصدى لهذه اللوبهات المتغلغلة في دوليب الدولة السياق العام واضح أن الرئيس تكلم عن ظروف صعبة مرة بها وهذه الظروف الصعبة أدخلته في وضع صحي صعب نجى منه بأعجوبة الرئيس أيضا تحدث في ظروف المعلومات تتحدث بأن هناك طيار قوي يدفع إلى عزل الرئيس والدخول في مرحلة انتقالية الرئيس أيضا تكلم بعد 13 يوما آخر بيان صدر لرئاسة الجمهورية كان يوم 30 نوفمبر يعني بعد 14 يوم بعد 15 يوم نعم بعد أسبوعين من ذلك البيان الذي قالوا بأن الرئيس سيعود في الأيام القادمة بعد 15 يوم لم يظهر شيء وما عندما يظهر الرئيس يظهر بهذه الصورة غير المتوقعة وهذه الصورة التي توحي الكثير تؤكد على أن الأمور ليست على ما يرام الرئيس وتضع علامة استفهام عن طريقة إصابة الرئيس بالفيروس وبل أنها تقوي ما روينه من قبل أن هناك جهة ما أدخلت شخصا مريضا بفيروس كورونا إلى الرئيس فنقل له العدوى ولم تتم حماية الرئيس من تسلل هذا الفيروس عبر هذه الطريقة وأن مشروع التخلص من الرئيس كان قائما حتى من طرف الدائرة المحيط به نعم لذلك عندما يعود الرئيس لدينا ما نقوله لرئيس الجمهورية من أجل إن كان يريد بالفعل تطهير البلاد والبدأ في جمهورية جديدة وجزائر جديدة ليس بهذه الطريقة وإن كان يريد فقط أن يساير هذه الطيارات النافذة فمصيره ربما سيكون أسوأ من مصير بوتفق كما أنه الأمر أيضا واضح بأن الرئيس أدرك بأن هناك غموظ وهذا الغموظ متعمد فأراد تبديده بطريقته الخاصة وليس بطريقة الدولة لأنه لو كان بطريقة الدولة لكان الطريق آخر غير هذا جاتوا فرقة تلفزيونية يصوروه ويحكم عاطباء جالس يشوف ملفات حتى ترامب لما كانوا يظهروا في صورة وهو في حجره الصحي كان مفاتح ملفات أمامه ويتابع القضايا ولكن الرئيس لما يظهر مباشرة في هذه الرسالة المستعجلة وعبر موبايل وعبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر أعتقد بأن القضية ليست عادية جداً ومن يراها عادية إما أنه لا يفهم في السياسة شيء أو أنه فقط لا يهمه ما يحدث أو أنه يريد غض الطرف عن حقيقة ما حدث وحقيقة ما يحدث والقادم بلا أدنى الشك ليس على ما يراد هذا ما أردت إخواني الكرام أن أتحدث فيه عن هذا الظهور لرئيس الجمهورية هذا الظهور الذي كما رأيتموه ظهور غير عادي في ظرف غير عادي مما أوحى إلى أن الأمور كانت تسير بطريقة غير عادية هناك نقاط أخرى ما زالت سنتحدث فيها بإذن الله تعالى في مداخلة أخرى إلى ذلك لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله